السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دوسمدي هالنر جعل الله نقدم لكم الحلقة خاصة بمراحل نمو الأرنب حسب الشهور بالتفصيل الممين إذن في الشهر الأول يولد الأرنب عاري بدون شعر بعينين منغلقتين ويعتمد بشكل كبير على أمه في الثلاث أسابيع الأولى من حياته أما في اليوم السابع تقريبا يبدأ الفراء في النمو وفي اليوم العاشر تبدأ العينين بالانفتاح أما في اليوم 12 بالضبط تبدأ الأذنان بالظهور وفي عمر 3 إلى 5 أسابيع تتمكن الأرنب من قدم الأغذية يعني تقدر أنها تهرس الأغذية الصلبة ويكون الأرنب مستعد لترك العش دي الأم دياله أيضا إذن هذه المرحلة هي قبل الفيطان نظروا إلى الشهر الثاني وهي من 6 إلى 8 أسابيع في هذه المرحلة يتمكن الأرنب من الاستقلال التام عن الأم أما في الشهر الثالث في هذا الشهر يعني كيبلغ الأرنب يعني سن البلوكي والبالغ وفي هذه المرحلة ضروري ضروري ومؤكد أننا نفصله بين الظكور وبين إينات أيضا يعني خاصة مرحلة العزل فهذه المرحلة كيكونون في عمر 10 ديال الأسابيع دبا نتحدثو عتاني على مرحلة أخرى وهي في الشهر الرابع إلى السادس فهذه المرحلة هي عبارة عن تغيير في السلوك ديال الأرنب بحيث أن الأرنب كيصبح ناضج جنسيا وبالتالي ممكن للمربي الأرنب في هذه المرحلة باش أنه يراقب الأرنب ديالوغ فمنها اللي غادي يكسبها وغالباً كتكون الإينات أن الأغلبية ديال المربين مكيفرطوش في الإينات يعني كيكونوا أغلبية كيبيعوا الظكور وهذوك الإينات أو الدكور إلا بغي يخلي منها شي حاجة يخلي اللي كتكون حيوية وكتكون ناشيطة وكتكون بينها أنها فحل كيكون لك في الفحولة كيكون ذكر يعني بين عريض في الكادر ديالو كيكون مزيان في طولة ديالو كيكون مزيان هذاك ممكن أنك أن المربي يخليه بالنسبة للإينات فممكن أننا نخلي وعوتني تهياء السلالات يعني مثلا البابيون أو الشانشيلة هذو ما نفرطوش فيهم يعني هذو كتكون أم حانون كتكون عندها سبحان الله كتكون مزيانة عند الله أما قضية ذي النشاط أو ثانية كتكون كين الأمهات اللي كيكونوا خامولين كتكون ما كتحركش بززاف هذيك من الأحسن تهياء تمشي للبيع أما هذه كتكون ناشيطة وحيوية هذيك نخليها أما بالنسبة للسلالات المهجنة يعني تهي اللي كتكون ما معروفهش من الأحسن تهياء ما تربيوهاش عندكم ربيو غيء اللي كتكون الأصيلة الأصلية الأصلية هي الدوريجين اللي كتكون إما شانشيلة إما بابيون ماشي كتكون شي وحدة نكتبال لك مثلا فيها نص نص يعني مهجانة احنا كنظل مهجانة أو كيكين الكار واضع أو التاوة ما نحاولوش أننا نربيوه ربيو غيء الأصلية يعني اللي كتكون إما سلالة وحدة يعني إما كتكون نيوزيراندي كتكون كاليفورني كتكون بابيون بابيون فرنسي شانشيلة هذو ممكن أنكم تخليهم للتربية وينيو باش تكسبوهم وإن شاء الله يعطيكم واحد المردود وواحد الإنتاج ممكن أنكم تكملوا المسيرة ديالكم إذا الحلقة ديالنا راها سهلات كنظل أنني شرحت جميع المراحل ديال النمو ديال أي أرنب الناس ما زيال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادية بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيووا على زر جام ما تنسوا نسم زر جام وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة